موسيقى طيب الله ووقاتكم مشاهدين بكل خير أهلا ومرحبا بكم ونحن نلتقيكم في حلقة جديدة من برنامجكم على طاولة الحوار كما عودناكم دائما في كل حلقة هناك ضيف جديد ضيفي لهذه الحلقة الأستاذ رعد رمضان الجبوري نقي بالمعلمين في نينو أهلا وسهلا بك أهلا وسهلا أستاذ رجال التقينا لقاءات سابقة في ممبر الموصلية واليوم يتجدد لقاءنا بك أستاذ رعد الله يحفظك الله يخليك بعد تحرير الساحل الأيسر وانكشاف حجم الدمار الذي أصاب البنية التحتية ومن ضمنها بناية نقابة المعلمين هل هناك خطة لعادة تأهيلها من قبلكم ومتى بسم الله الرحمن الرحيم بداية أحييك وأحييك هذا القناة الموصلية الفضائية وعلى رأسها شيخ الإعلاميين الأستاذ غازي فيصل أحب أن أقدم تهنية لأهلي في محافظة نينو ومدينة الموصل وخاصة في الجانب الأيسر على تحريرهم من براث داعش الأرهابية وأبارك للقوات الأمنية بكافة مسمياتها عمليات تحرير الجانب الأيسر وأملنا كبير في انطلاق عمليات الجانب الأيمن عن قريب إن شاء الله إن شاء الله صراحة قبل أيام كنا في زيارة إلى بعض المدارس وكذلك زرة مقر نقابة المعلمين واطلعت على مدى الخراب والدمار التي أحلت هذه العصابات بالبناية وكأنها أقوام لم تشاهد بنايات في حياتها أنا صراحة تألمت كثيرا لأننا نعتبر نقابة المعلمين في محافظة نينوة هي صراح تربوي كبير استطعنا أن نديم هذا الصراح من السابقين الذين استلمنا منهم نقابة المعلمين ويعتبر هذا الصراح هو بيت للمعلم في محافظة نينوة لكن إن شاء الله بهمة الغيارة والإمكانيات البسيطة لفرعنا إن شاء الله خلال فترة قصيرة سنعيد ترتيب وترميم وإعادة هذا المقر الذي كان يرتاده مئات المعلمين في اليوم ومفتوح لسماع شكاوي المعلمين ونقل همومهم والدفاع عن حقوقهم نعم بتقديرك كم من الوقت يأخذ؟ والله إحنا أنا مارد أسبق الأحداث بس اليوم تقريبا أكملت بتكليف بعض الأخوة التربويين كلفتهم في مدينة الموصل اليوم قاموا بتنظيف النقابة من كافة الأنقاف إن شاء الله خلال الأيام القادمة سنقوم بإصلاح مقر النقابة وكذلك لكن الوضع الأمني لا يشجع أن نتواجد في هذه البنائة نحن قبل أيام كنا مثل ما تكلمت وتعرضنا لبعض قضائف الهاون وكان برفقتنا مصورين من قناة الموصلية لكن إن شاء الله بتحسن الوضع الأمني سيفتح مقر النقابة وستكون هناك مباشرة ودوام لكافة الموظفين وأعضاء الهيئة الإدارية والعمل من أجل الدفاع عن حقوق المعلمين هل وضعتم تقريرا لحجم أو كمية المادة التي ستحتاجها إعادة تأهيل البناء والله يا أستاذ غزوان كم سيحتاج من المال وهل متوفر ومكانيات بسيطة يعني إحنا ما راح نعيدها مثل ما كانت سابقا لكن كبداية نستطيع أن نقول مبالغ بسيطة يعني إحنا أهم شي البناية لم تتعرض إلى التفجير لكن العبث بالأجهزة الكهربائية بالأثاث بخراب بعض الجدران البناية هذه الأمور ما تكلف إن شاء الله أمور بسيطة نستطيع أن نرمم البناية بالمكانيات البسيطة المتوفرة لدينها وهل ستعيدون جميع الاجتماعات والندوات واللقاءات للمعلمين الشيء أكيد هذا من نسمير كما في السابق نعم إحنا يعلم جميع الأكواد التربوية في محافظة نينو خاصة في مدينة الموصل بأن عمل النقابة هو عمل منظم ولدينا قطاعات منتخبة هذه القطاعات هي تمثل مجموع المدارس في كل جهة من جهات الموصل متواصلين مع أخواننا وزملائي في القطاعات وكل قطاع فيه رئيس اجتماعاتنا الدورية وأني أطلقت صراحة عهد وإن شاء الله هذا العهد مرهوم بتحرير بداية تحرير الجانب الأيمن لأن صراحة يوم واحد ثلاثة هو يوم له مكان متميزة لدى المعلم ومكانه في النقابة المعلمين فإن شاء الله مع بدء عمليات التحرير وإبعاد الخطر عن بناية النقابة سنقوم في إقامة احتفالية كبرى في يوم واحد ثلاثة اللي صادف عيد المعلم وهو هذا اليوم له مكان صراحة وإن شاء الله يعاد به هيبة المعلم التي تعرضت لليهانة من قبل هذه العصابات الإجرامية إن شاء الله هل طلبتم دعما من الحكومة المحلية أو من مديرية تربية نينوى لترميم هذه البناية والله أول شي حتى وماذا وصلكم صراحة النقابة هي جهة مستقلة التربية في جهة والنقابة في جهة يعني نحن لا تابعي للتربية صراحة تمويل ذاتي تمويل ذاتي نعم نتعمل على اشتراكات من المعلمين وإمكانيات من إيجار بعض المنايات العائدة للنقابة لكن الحكومة المحلية لم نطلب منها أي دعم صراحة لكون نحن نعلم بأن هناك ظروف صعبة ولا يوجد نحن قبل اليوم أنا من 2009 أمارس عملي كنقيب للمعلمين في محافظة نينوى عد ما طلبنا من الحكومات السابقة التي كانت الدير المحافظة قبل سقوط المدينة بيد داعش كانت جواب بأن لا يوجد تبويض للصرف على بنايات النقابات أو للصرف على النقابات مع العلم ويسمعني الأخوان قد يجوز في محافظات الجنوب محافظة النجف خصص مبلغ 450 مليون دينار لترميم بناية نقابة المعلمين والإقابة النشاطة عد ما راجعنا المحافظة السابق وطرحنا الموضوع أجابنا بأن المبلغ الذي يستطيع توفيره للنقابة هو 500 ألف دينار في ذلك الوقت شهريا يعني كل شهر المحافظ يتبرع بـ 500 ألف دينار للنقابة وأنا أجبته في ذلك الوقت وكان برفقة زملائي في الهيئة الإدارية بأن النقابة تتبرع بمبلغ مليون دينار للمحافظة ولا نستقبل الـ 500 ألف فإحنا صراحة تمويلنا ذاتي لا نحتاج إلا لجماهير المعلمين إلا لكوادرنا اعتمادنا على مبالغ من الهويات اعتمادنا على إيجار بعض البنايات لدينا بناية في قضاء الحمدانية مؤجرة ولدينا بناية في الجانب الأيمن وأيضا نعتمد على المركز التسويقي للنقابة لدينا بناية في تلعفر لدينا قطعة أرض سكنية تجارية في تلكيف هذه الأمور هي التي تمشي أمر النقابة صراحة لا نحتاج أحد نحتاج اليوم بأن تكون النقابة قوية وندافع عن حقوق المعلمين أما موضوع المال والتبرعات إن شاء الله نحن قادرين على أن نوفر قدر المستطاع لكن إذا أرادت الحكومة المحلية مساعدتنا فإحنا من خلال الإعلام نناشدهم بمساعدة المعلمين المتواجدين في مدينة الموصل لأنهم عانوا ما عانوا في هذه الفترة وفي الفترات السابقة نعم جميل مديرية البلديات أعطت تسعة عشر شهرا دفعة واحدة كرواتب متراكمة لسبعمائة موظف ماذا عن رواتب المعلمين المتراكمة للكوادر الموجودة داخل الموصل موضوع الرواتب المدخرة هو من المواضيع الشائكة والمعقدة صراحة أنا اليوم من خلال منبر قناة الموصلية طالبت قبل فترة وأطالب اليوم وسنبقى أن أطالب بإطلاق الرواتب المدخرة لكن لم نلقي أي شيء رسمي لحد الآن من قبل وزارة التربية ومديرية التربية 2 وسوء التصريحات بالإعلام اليوم المعلم لديه في ذمة التربية وفي ذمة الحكومة أكثر من 18 راتب يعني رواتب قطعة استاذ غزواني في شهر حزيران 2015 من ذلك التاريخ إلى هذا التاريخ يعني تقريبا أقل موظف أو معلم أو مدرس في تربية 2 لديه في ذمة التربية أكثر من 17 أو 18 راتب صراحة هنا قلق شديد لدى الكوادر التدريسية وقلق شديد لدينا كمسؤولين عن ملف المعلمين وعن رواتب المعلمين وعن الكوادر التدريسية الرواتب المدخرة لم تطلق من شهر الواحد يعني إحنا بداية صراحة من شهر الواحد 2016 آخر دفعة من سنة كان في السابق عندما يأتي المعلم يسجل مباشرة في أربيل أو في دهوك أو في بغداد خلال أيام يستلم الرواتب المدخرة يعني هل تقصد أن المعلمين داخل الموصل رواتبهم متراكمة تبلغ 13 شهرا؟ 18 شهر تقريبا 18 شهر من شهر الواحد 2016 يعني 13 شهر لا مو هذا إحنا الرواتب توقفت شهر السادس 2015 نعم صحيح لكن بعد هذا التاريخ اللي وصل تحت سيطرة الحكومة المركزية وباشر وعملوا صرفت له المدخرات اللي باشر شهر الواحد 2016 من ذلك التاريخ لم تصرف أي مبالغ من الرواتب المدخرة نعم لحد الآن لحد الآن نعم والسبب صراحة أنا يعني ناشدت وزارة التربية وناشدت تربية اثنينة وبإيضاح هذا الموضوع وأمام الإعلام وبالوثائق الرسمية نعم السبب سأقول لك أحد الأسباب في لقاء لنا مع وكيل وزير التربية قبل عدة أيام طلحت نفس السؤال قال مدير قال بالحرف الواحد مدير مديرية البلديات عدد موظفيها لا يضاهي ربع عدد المعلمين وهذا كلام معقول نعم 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 ألا يعني ألا تعتقد أن هذا سبب رئيسي كون الكوادر بأعداد هائلة نعم الكوادر حاليا مو كلها اللي وصلت الأباشرة بالوظائف أنا مو كلامي يطعم بكلام السيد الوكيل أو كلام السيد المدير العام لكن نحن اليوم الرين شيم الموس على الساحة نحن اليوم عندما المعلم أنت جنابك تكلمت عن أعداد هائلة نعم لكن الأعداد الهائلة بعد ما تحررت قسم يعني خليه وفره مبالغ نعم خليه بالأقضية وبالأيمة حتى الجانب الأيسر هو قبل فترة لا تتجاوز الأيام أو شهر من إكمال تحرير الجانب الأيسر إذن المشكلة كبيرة المشكلة كبيرة وحسب معلوماتي الرواتب أكثر من 400 مليار هي الرواتب المدخرة للمعلمين بصورة عامة أنا لدي معلومات وأريد أن أوضحها لكافة المعلمين والمدرسين لأن هي حقوق بذمتنا ولازم نطلعهم على كل صغيرة وكبيرة بموضوع الرواتب المعلومات المتوفرة لدي وأرجو أن لا تأخذ هذه المعلومات لكن اللي وصلنا بأن هناك خطأ خطأ في حسابات تربية نينوة وحسابات الوزارة عندما كانت الرواتب تصرف المعلومات اللي عندي رواتب تربية نينوة 40 مليار دينار الكل نعم يعني نحن الرواتب قطعة يوم شهر السادس 2015 إلى حد هذا التاريخ الرواتب تصرف 40 مليار دينار الرواتب الخاصة بالنازحين 12 إلى 13 مليار والرواتب المتبقية التي هي 28 أو 27 تذهب إلى مدينة الموصل عندما المجلس الوزراء أصدر قرار بأن الرواتب توضع بالإدخار اللي خارج سيطرة الحكومة المركزية تجمد نعم نعم توضع بالإدخار اللي حصل كالآتي وهذا الكلام إذا فيه شيء من الاختلاف هل يظهر أحد المسؤولين بالتربية سواء في تربية نينوة ويقول هذا الكلام غير صحيح هذا الكلام موجود قانونا وحسب التعليمات عندما تصرف الرواتب تصرف الأربعين مليار بصورة مبدئية بعد القطع يعني نعم تصرف الأربعين مليار تعز الرواتب النازحين اللي بالغ 13 مليار المتبقي من الرواتب يذهب للإدخار صحيح ها هي التعليمات اللي يعملوا تربية نينوة والحسابات كانوا يصرفون فقط 13 مليار اللي هي ما النازحين فقط رواتب هذا الكلام هم اللي أطلقوا جماعة التربية أطلعونا بهذا الموضوع الحسابات حسب القوانين والتعليمات أنا ما عندي معلومات بمواضيع القيود المالية لا يوجد قيد مالي في هذه المبالي أفواً السبع وعشرين مليار المدخرة نعم تدخر في الوزارة في بغداد أم هنا لا هي تدخر في المديرية في وزارة المالية هذا هو الإشكال نعم يعني أنت تقصد المفروض يدخر في المديرية المفروض هي ما تستلم أربعين مليار تستلم أربعين مليار نعم 13 توزعها للنازحين ويبقى سبع وعشرين تذهب للإدخال أصلاً التربية كانت يعني تنظم ساك بـ 13 مليار فقط نعم والسبع وعشرين لم ينظم بها ساك نعم موضوع كبير سنكمله بعد الفاصل مشاهدنا نذهب إلى فاصل ونعود لنكمل الحلقة اليوم تابعونا عدنا وإياكم مشاهدنا بعد الفاصل لنكمل حلقة اليوم من برنامجكم على طاولة الحوار وكما أسلفنا معي ضيفي الأستاذ رعاد رمضان جبوري نقيب المعلمين في نينو قبل الفاصل كنا نتكلم عن رواتب المعلمين المدخرة وكيفية توزيع من قبل حسابات تربية نينو نعم أستاذ غزوان أنا حتى أسترسلك بالكلام أنا بعد ما علمت بالموضوع اتصالت بمدير عام التربية أستاذ محمد على الطحان وأبلغت بأن هناك سمعنا وردتنا معلومة بأن هناك خلل في موضوع الرواتب الرجل أجابني قال نعم هناك خلل في هذا ونفس التشخيص الذي ذكرته قبل قليل نعم لكن حسب كلامه بأن تم معالجة الموضوع لم تسألوا كيف كيف ما عدنا علم صراحة بهذا الموضوع لكن أجابني بأن حقوق المعلمين محفوظة وهذا الموضوع عالجناه بين وزارة المالية وبين المديرية العامة للشؤون المالية في الوزارة وبين تربية نينو وصلنا إلى تسوية وتم عمل قيد مالي وتم إدخال المبلغ في ذمة وزارة التربية نعم هذا الموضوع أنا استمعته من عنده خلال اتصال هاتفي إذن السبعة وعشرين مليار أصلاً لم تكن تستلم شهرياً من الوزارة؟ نعم نعم هذا الكلام الذي وصلنا من الحسابات نعم بعدياً أستاذ غزوان هل لم تسألوا الوزارة؟ الوزارة صراحةً بالنسبة لموقفهم كان لنا لقاء قبل خمسة وعشرين يوم أو شهر تقريباً من تاريخ اليوم مع وزير التربية كان هناك خلاف بين الوزارة ونقابة المعلمين المركز العام نعم وكان هناك أشبه باللقاء الرسمي بدعوة من لجنة التربية في البرلمان العراقي الأستاذ سيروان نعم هو اللي كان ساعي في هذا الموضوع صراحةً أنا قدمت كتاب رسمي معنون إلى وزارة التربية وطالبت به السيد وزير التربية بإعلامنا عن مصير الرواتب المدخرة وهذا الكتاب موثق وموجود على موقعنا موقع التواصل الاجتماعي لنقابة المعلمين فرع نينوى نعم أنا طالبت بكتاب رسمي أن يوضحوننا ويعجلوننا في صرف هذه الرواتب كانت بعد طرح الكتاب من قبل نقيب المعلمين العراقيين على وزير التربية أجابنا الوزير بأنها ستصرف هذه الرواتب هذا الكلام اللي وردنا من عنده بالاجتماع لم يحدد متى لم يحدد هي تخوفنا من هذا الموضوع المدة مفتوحة واليوم المعلم بحاجة ماسة إلى الألف دينار الألف دينار إشقد يعني أنا مسؤول عن هذا الكلام إشقد هي الألف ما إلها قيمة لكن اليوم المعلم بحاجة إلى هذا الألف وريد حقه المعلم نحن أستاذ غزوان صراحة ننتهز هذه الفرصة وهذا اللقاء لنطالب الحكومة برئيس الوزراء وسيد وزير التربية بإطلاق ولو راتب شهر واحد سلفة هسا الإنسان اللي يطلب شخص مبلغ معين اليوم المعلم يطلب الحكومة 18 راتب أو 17 راتب أنطوه راتب واحد خليه مشي بأموره لأن الأمور صعبة جدا للغاية نعم يعني أنا قبل أيام كانت في زيارة إلى مدارس من المدارس اللي فتحت بالجانب العيسر معاناة كبيرة للمعلمين واليوم المعلم يجي باشر اليوم راتب وينصرف بعد أربعة تشهر وليس رواتب مدخرة هاي يعني أنا يؤسفني بعض المسؤولين ظهر على شاشة الإعلام في ناحية القيارة عندما تم توزيع الرواتب يقول قمنا بتوزيع الرواتب المدخرة أين هي الرواتب المدخرة اللي توزعت هي رواتب من تأريخ المباشرة المعلم باشر شهر التاسع ينصرف له من شهر التاسع الرواتب السابقة من صرف منها إيدي نار من شهر الواحد شهر الواحد 2016 توقفت كل الرواتب المدخرة نعم فأحنا اليوم المعلم يريد لراتب شهر واحد أنا أكرر مناشدتي وأطالب الحكومة المحلية لأنها أيضا مسؤولة عن المعلمين بشقيها التنفيذي والتشريعي وطالبهم بالتدخل لوجود حل لموضوع الرواتب المدخرة ولمطالبة الحكومة المركزية بصرف راتب ولو لشهر واحد أو مبلغ من المال كسلفة من رواتبهم التي هي بذمة الحكومة لتمشية أمورهم نعم إذن نتمنى أن يصل صوتك سيد رعد مدير تربية نينوة نعم أوضح للموصلية أن المديرية بصدد إكمال معاملات المتقاعدين نعم المتراكمة هل تتابعون الموضوع وأين وصل نعم صراحة حتى ما نضي حقوق التربية بهذا الموضوع أنا كنت على تواصل مع سيد محمد علي الطحان بخصوص المتقاعدين واليوم قبل ما أدخل للبرنامج اتصلت بيه بخصوص إكمال رواتب المتقاعدين أعتقد الرواتب العفو معاملات المتقاعدين تكتمل هي بس شنو إجراءات شوية بطيئة ويعني بهذا الموضوع بسبب عدم تواجد المدير العام في مكان واحد يعني مرات يتواجد في دهوك مرات في الموصل في أربيل في بغداد هاي الأمور شوي يتحرقل من موضوع تأخير نوعا ما في إنجاز معاملات المتقاعدين نعم موضوع أيضا موضوع نطرح في هذه الحلقة الدوام الثنائي والثلاثي نعم هذا النظام هل أليس عبء على الطلبة نعم والمعلمين في نفس الوقت نعم طبعا بسبب شحة البنايات جراء تضرر الكثير منها نعم بالقصف والتفجير هل هناك خطة بديلة لهذا النظام والله أستاذ غزوان أول شيء هو السؤال هذا يوجهي إلى وزارة التربية وجهنا معنية بهذا الموضوع نعم لكن هو أنت تكلمت عن عبء على المعلم وعلى الطالب العبء ليس على المعلم لأن دائما في الدوام الثلاثي في كل دوام يوجد وجبة من المعلمين تقوم بالتعليم لكن العبء على الطالب كذلك المعلم يعاني في هذه الدوامة من شيء واحد هو موضوع عدم إعطاء الدرس بصورة كاملة الوقت لكن الوقت أيضا يعني في وقت متأخر نعم لكن المعلم أو المدرس ما رح ينطي الدرس بصورة أيضا صحيحة مثل ما ينطيه إذا كان الدوام وحادي أو ثنائي نعم هذه أيضا معاناة أما العبء الأكبر يقع على الطالب لأن القسم من المواد لا بد من إكمال المنهج وما يستطيع المعلم أو المدرس إكمال المنهج في هذا الوقت الضيق يعني هذا أيضا سؤال هناك كلام عن إمكانية تمديد الدوام خلال الصيف نعم لكي يكتم المنهج هذه السنة نعم بالنسبة للطلبة طبعا هل سيؤثر على المعلمين إذا جد الموضوع بهذا الشأن؟ وما هي البداية؟ أستاذ غزوان هو صراحة قانونا العطلة الصيفية هي من حق المعلمة ولكن ظرف السفنان لكن الظرف وأني أعلم والجميع يعلم بأن أخوان المعلمين والمدرسين جادين بالدوام حتى ولو لساعات متأخرة من اليوم نعم المعلم اليوم لديه تحمص في تأدية واجبه ولديه القدرة على إيصال المعلومة للطالب حتى إذا كانت سواء في أوقات متأخرة من اليوم سواء مساء أو في حتى أيام العطلة الصيفية أنا أعتقد لا يمانع أي معلم من تأدية واجبه في العطلة الصيفية نعم ما كمية القرطاسية والكتب المنهجية التي وصلت إلى مدينة الموصل من الوزارة؟ وهل هي كافية لسد احتياجات أعداد الطلب؟ والله أستاذ أنا زرت مدرسة قبل أيام وطبعا هي ما موزع الكتب إلى قبل يمكن أعتقد أو يوم أو يوما لكن حسب معلوماتي الكتب أصلا فيها نقص لأن تدري موضوع نقص المناهج يعني مثلا كتب السادس العلمي أو الثالث المتوسط أو الثاني وكل المراحل هي بها نقص أصلا بالمناهج نعم فمشكلة اللي رح تتعامل وتتلاقيها التربية مع الأهالي إمكانية طبع واستنساخ الكتب هذا يجوز بالأقليل يعني سيضطر الأهالي إلى الاستنساخ؟ شيء أكيد هذا شيء أكيد وهذا ما ما كم كاني يعني اليوم المواطن الموصل لي خارج من من ظنك ومن من محنة كبيرة كيف لي اللي عنده ثلاث أو أربع طلاب أو تلاميذ بالبيت يقوم باستنساخ كتب لو يعيش دول الطلاب أو يوفر لهم الملابس أو يوفر لهم الأكل والشرب يرجع عبء آخر هو الاستنساخ أنا أعتقد الكتب غير مكتملة وأطالب تربية اثنين أعتقد أو متأكد؟ لا لا أنا متأكد من خلال سؤالي لبعض الإدارات أبلغوهم لأن ماكوا مناهجية أصلا بالوزارة ماكوا فأني أناشد وزير التربية ومدير تربية اثنين وزير التربية بصفته أبن نينوة أن يوفر الكتب وبكافة الكتب والمناهج وكافة المسميات لكافة المراحل لأن اليوم أهلنا بالموصل تعبانين وما عندهم إمكانية يعني أقل كتاب يستنسخ بخمسة آلاف دينار زيان اللي عنده مثلا أكثر من كتاب الطالب اللي عنده كتابي أن ثلاثة واللي عنده أكثر من طالب من يون يجيب هاي الإمكانيات؟ فأني أناشدهم من خلال منبر قناة الموصلية وناشد الحكومة المحلية بالتدخل لطباعة الكتب لتوفير كتب لتوفير قرطاسية أهم شي هي الكتب المنهجية إحنا القرطاسية ممكن أن يعني قسم الأمور نقدر الطالب يخلي أكثر من مادة بدفتها الآن تكلمنا عن الكتب نعم أما موضوع الكتب هو موضوع أما موضوع القرطاسية هل هي كافية؟ القرطاسية حسب كلام مدير التربية عن القرطاسية بأنها كافية ويتحمل هو هذا الكلام لأن أنا انتصالت به قال وردتنا أكثر من 29 شاحنة 34 شاحنة هو كلامه بالبداية كان 29 نعم فأجابنا بأن محملة بالكتب والقرطاسية إحنا راح تفتح المدارس أعتقد كبداية فتحت 70 مدرسة وكمرحلة ثانية تم التهيئة اللي فتح 80 مدرسة يعني راح تتجاوز المدارس أكثر من 150 مدرسة في الجانب الأيسر نعم نعم هي هذا اللي متواجد فيها نعم سيد رعد كيف تجد إقبال المعلمين والطلاب على الدوام بعد بديه قبل عدة أيام داخل الموصل وما هي أبرز معوقات الدوام حاليا عدم اكتمال المناهج نعم هي سراحة يعني بالنسبة للطلاب لاحظت هناك تحمص كبير من قبل المعلمين وكذلك الطلبة والتلاميذ في الدوام الرسمي لأن المنهاج اللي كان يتعامل به داعش هو منهاج يختلف ويتنافى مع الأعراف ويتنافى مع العلم اللي تعودنا عليه في دراستنا لكن هناك بعض المعوقات اللي أعتبرها أنا بسيطة ويمكن التجاوز على هذه المعوقات من خلال الدعم الحكومي منها موضوع زجاج النوافذ الأغلب المدارس زجاجها مكسر يعني في هذا البرد هل تعتقد أن زجاج النوافذ المكسور هو ثانوي؟ لا ضروري هذا السلام لكن أنا أقول لك بسيط هو ممكن تجاوزه من خلال الإمكانيات المتوفرة في الحصومة نعم ولكن هو موضوع ضروري جدا النفط أيضا المدارس تشكو من عدم وجود نفط نهاية كذلك الماء يعني استخدام المرافق الصحية مياه الشرب هذه الأمور تكاد تكون معدومة أنا أطالب الحكومة المركزية بأن توفر السيارات الحوضية لنقل الماء إذ لم تستطيع لأن مشروع الماء حسب معلوماتنا هو قد يجوز يتأخر لحين إصلاحه من الخراب واللي لحقوا من عصابة داعش لكن بالإمكان أن ينظم جدول للسيارات الحوضية المتواجدة سواء في دائرة الماء أو سواء في بلديات محافظة نيلوة نعم إذن هذه أبرز المعويقات نعم ومعالجتها بسيطة معالجتها ممكن يعني إمكانيات بسيطة ممكن تجاوز هذا الموضوع نعم إذن أيضا نعود لكما أسلفنا أن الصيف القادم بحرارته لن يؤثر على عزيمة المعلمين شيء أكيد وسيكملون المنهج إن شاء الله لهذه السنة كي لا تضيع هذه السنة شيء أكيد هذا لكن مقابل هذا الشيء نحن نطالب بحقوق هذه المعلمين المعلم عندما خرج من هذه المحنة يريد أيضا المعلم وراء عائلة أطفال إيجارات المعلم اليوم مكبل بالديوم بمبالغ طائلة ينتظر موضوع الرواتب المدخرة يعني هو إذا نرجع إلى أوليات الموضوع شيء مترابط بشيء آخر يعني إحنا صراحة أكو موضوع أيضا أنا ثبته قبل قليل تم الاتصال بأجور لحد الآن أجور المراقبات بالنسبة للمعلمين أو المدرسين للدور الثاني للعام الماضي لم تصرف لحد الآن مع العلم سياسة وزارة التربية بالنسبة لأجور المراقبات تصرف قبل الامتحان نعم قبل بدء الامتحان إحنا ممكننا مدينة الموصل الوزارة تخصص مبالغ للامتحانات وتصرف قبل بدء الامتحانات نعم وتصرف هي للمعلمين تصرف بعد إنهاء الامتحانات لكن تحول هذه الموازنة إلى المديريات قبل بدء الامتحانات كيف اليوم الدور الثاني ما للعام الماضي لم تصرف عندنا أجور المشرفين المشرفين يقومون بزيارات إلى المدارس على مبالغ معينة العجور لم تصرف منذ عدة أشهر نعم هذه أيضا كلها متراكمة شيء أكيد نعم نذهب إلى فاصل السادة رعد آخر نكمل بعده الحلقة مشاهدين كونوا معنا بعد الفاصل عدنا وإياكم مشاهدين لنكمل ما تبقى من حلقة اليوم من بنامجكم على طاولة الحوار السادة رعد هناك مواضيع أخرى أيضا نطرحها في هذه الحلقة طلاب الشهادات العليا الذين أعطوا إجازة قبل دخول داعش إجازة دراسية هل يمارسون دورهم بشكل منتظم الآن صراحة وردتنا العديد من الاتصالات بهذا الموضوع واليوم التقيت بأحد المدرسين اللي كان مجاز دراسيا وخرج من مدينة الموصل وهو مثال للكثير من الحالات نموذج نعم نموذج هو لعشرات المعلمين خرج هو من مدينة الموصل وناقش الماجستير في تحت ظل الحكومة المركزية نعم يعني لم يناقش في زمن داعش وعد مراجعته للتربية منذ أشهر يريد المباشرة ليتسنى له الإكمال واجباته وليتسنى له إكمال معاملة تعديل الشهادة لكن التربية لم تباشره لهذه اللحظة لماذا؟ أنا اتصلت بالسيد المدير العام قبل قليل فأجابني بأن لديه إشكاليات طيب أخي كم له هذه الإشكاليات هو مصيره معلقة الآن هو عشرات يعني هذه فردية هي ويوجد عشرات الحالات مثل هذه الحالة لكن يؤسفنا اليوم بأن التربية تتعامل مع الموظف أو المعلم أو المدرس في التعليمات يطبقون التعليمات في ظروف اعتيادية هذا ما ممكن يعني اليوم زمن الاستثناءات الظروف اللي إجتنا ظروف غير طبيعية يجب أن يستثنى مثل هكذا حالات ويباشر المعلم دوامه في مدرسته أو في مقر المديري أو في أي مكان آخر كانت الإجابة من السيد المدير العام بأن تم مفاتحة بغداد في هذا الموضوع ولم تردنا الإجابة لحد الآن يعني أفتهم مصير المعلم شنو هو أو المعلمين أو المدرسين شنو مصيرهم يبقون ينتظرون إلى أن تجي مفاتحة من بغداد يتم الاتصالاني وناشد السيد المدير العام بأن يتم مفاتحة بغداد سواء عن طريق الاتصال الهاتفي أو يتم الاستعجال أو التأكيد بكتاب آخر لكي يعلم المعلم أو المدرس مصيره من هذه الأمور نحن القانون إذا نريد أن نطبق المعلم أو الموظف بصورة عامة عندما يتجاوز انقطاعه عن الدوام الرسمي عشرة أيام يعتبر مستقيلا إذا أنتم مدرس أو معلم شهرين يراجع المديرية في دهوك أو يراجعكم في أربيل ومصيره مجهول أنت لم تنطبق عليك الضوابط عمي يا ضوابط هو بقت بيها ضوابط اليوم استثناعات وهو ضمن الشروط الموجودة حاليا تم مناقشته اعتبره نازح من منطقة محررة وباشر بالوظيفة فهي هي بعض المعانات والمعانات كثيرة وكثيرة للمعلمين لكن أنا أعيد وأكرر على مطلبنا الرئيسي ورح يكون هو هذا هدفنا بأن تصرف الرواتب في وقتها المحدد كذلك اليوم نحن بدينا بشهر الثاني ورواتب الواحد أيضا إجراءات حسب كلام السيد المدير العام قبل قليل على أساس من يوم غد ستباشر الإجراءات النهائية لصرف الرواتب في المصارف لكن احنا همنا الوحيد المناطق المحررة الجديدة همنا الوحيد هو المعلم الذي لدينا بعض الحالات من شهر لدعش باشر وبالوظيفة يوم ثلاثة دعش في مخيمات النزوح ولم تصرف رواتبهم لحد الآن وهاي هي كارثة طبعا المعلم أو الموظف عندما يباشر منذ أكثر من أربعة أشهر أنا أناشد من خلال منبر قناة الموصلية الجهات الأمنية ذات العلاقة والمسؤولة عن التدقيق الأمني والتصاريح الأمنية لأن التربية عندما نتصل بهم تكون الإجابة دائما بأن التصاريح الأمنية لم تصل لحد هذه اللحظة أنا أناشد أخواننا في الأجهزة الأمنية بالإسراع لأنها أرزاق ناس والمعلم اليوم إحنا اللي عليه مؤشر أمني ما حد يمكن أن يقدر يدافع عنه ولا باستطاعة أي شخص أن يغطي على شخص مطلوب للحكومة لإرتكابه أعمال إجرامي لكن المعلم البريء اللي لم تثبت إدانته اللي لم يشارك في أي عمل إجرامي أريد اليوم رواتبهم تصرف وهي حقوق أيضا أضيف إن شاء الله سنبدأ بزيارات ميدانية إلى المدارس في أنحاء الساحل الأيسر لأنها مدارس فتحت جديدا وتحتاج إلى الدعم المعنوي كذلك هناك بعض المساعدات إن شاء الله اللي راح نوصلها لكوادرنا خلال الأيام من النقابة حصر النعم وهي من أموال المعلمين استطعنا إن شاء الله كدفعة أولى في حسباننا وفي تقديراتنا الحسابية إن شاء الله راح نهيئ ألف حصة غذائية توزع على المدارس اللي نستطيع أن نوزعها والبقية يعذروننا أخوانا لأن ما عندنا الإمكانيات اللي نغطي بيها أعدادنا بالآلاف ما عندنا الإمكانيات أنا أطلب أطالب الحكومة المركزية والمنظمات بمساعدة النقابة كذلك حكومة نينوى المحلية اللي إحنا قبل ما احتاجينا صراحة لكن حجم الدمار والخراب اللي يتعرضنا له بهذه الفترة أدى إلى حاجتنا إلى وهي حقوق طبعاً هو عدماء الحكومة المحلية سواء المحافظة نينوى أو مجلس المحافظة يقوم بإبداء المساعدة للمعلمين هو مواطن المعلم مواطن حال وحال أي مواطن توزعت له المواد الغذائية نحن اليوم نطالب أيضاً الجهات الحكومية نطالب محافظة نينوى بمساعدة المعلمين وتقديم المساعدات وإن شاء الله نحتفي مع كل الكوادر التربوية في المحافظة نينوى بصورة عامة وفي الجانب الأيمن الذي إن شاء الله ستنطلق عملياته بعد أيام ومثل ما عاهدت أخواني سنعيد نشاط نقابة المعلمين مثل ما كانت عليه سابقاً وأكثر لأن التحديات أصبحت كبيرة ويجب أن يكون المعلم هو القدوة لأن المعلم فضله على الجميع ولا يستطيع أحد أن ينكر دور المعلم والمعلم يكفينا فخراً بأن معلمنا هو الرسول محمد صلى الله عليه وسلم كذلك أُناشد أخواني من الكوادر التدريسية في المناطق المحررة بشد العزيمة والهمم وأنا أطالب أيضاً فرصة لأخواني الكوادر التدريسية في قضاء الحمدانية وناحية برطلة بالعودة ومباشرة أعمالهم وتعود نشاطات الحمدانية وبغديدة إلى عهدها السابق عندما كنا نحضر السباقات الرياضية المتميزة لتربية الحمدانية بكافة كوادرها وبكافة مسمياتها وبكافة طواعفها أنا اليوم فرح جداً لفتح مدارس في الساحل الأيسر وكذلك بدأ الدوام الرسمي وإن شاء الله سنبقى نواصل عملنا في نقابة المعلمين وسنكون المدافعين عن حقوق المعلمين وإن شاء الله تصرف رواتب المعلمين والرواتب المدخرة التي هي حق عن المعلم لن ولن نتنازل عنه أبداً أسألك أستاذ رعد عن مدى استحصالكم لاشتراكات المعلمين بالنسبة للنازحين هل هم مواضبون على دفع الاشتراكات خلال سنتين ونصف من التهجير وأيضاً كيف ستستخطعون اشتراكات المعلمين الذين لم يستلموا رواتبهم المدخرة أستاذ الفاضل صراحة الانتماء إلى نقابة المعلمين هو انتماء اختياري وليس إجباري يعني برغبة المعلم صراحة كانت هناك أعداد لكن ليست بمستوى الطموح من المعلمين النازحين في الأقليم هذا الموضوع يعني صراحة إحنا ما أستطيع لأن هذا قانون ما أستطيع أن أشرع تعليمات بخصوص موضوع الاشتراكات لكن احنا دائماً نكون بجانب المعلم نعم لا كان سؤالي عفواً واضح استاذ سؤالك بالنسبة لل لا بالنسبة للنازحين هل واضبوا على واضبوا لكن ليست بالصورة المثل ما كنا نتوقعها بأن نقابتهم هي الجميع ينتمي لم ينتمي يعني لم يجدد لم تجدد الكثير من المعلمين موضوع الهويات والاشتراك لكن رح نكون داعمين للمعلمين بفتح مراكز تسويقية وإعادتها أفضل من قبل برأيك لماذا لم يجدد الكثير من المعلمين؟ لكن هناك انتماءات وهناك تواصل وهناك وقوف لنا للكثير من الحالات للمعلمين النازحين وفي المناطق المحررة لكن إن شاء الله سنمد جسور التعاون بيننا وبين كل تربوي من محافظة نينوى وسنعيد نقابة المعلمين أفضل من سابقها في فتح مراكزها التسويقية لكن بصورة تدريجية لأن الإمكانيات مثل ما تحددت ليست بإمكانيات عالية لكن إمكانيات محدودة إن شاء الله نستطيع أن نوفر الشيء الذي يخفف عن كاهل المعلمين برنامجنا استاذ رعد شرف على الانتهاء قبل الانتهاء كلمة أخيرة تقولها لأهالي نينوى وللكادر التعليمي والتدريسي للمعلمين والمدرسين في نينوى نعم كلمة أخيرة وجهها لأهلي في المناطق التي لم تحرر لحد الآن وأخص منهم المعلمين والمدرسين لأن من ضمن مسؤوليتنا أقول لهم إن شاء الله الفرج قريب وصبرتم لسنين وإن شاء الله خلال فترة قصيرة سيحرر الجانب العيمن كذلك أشد على يد أخواني من الكوادر التدريسية في كافة المناطق المحررة وخاصة في الجانب العيسر وأطلب منهم المواظبة على الدوام وإن شاء الله حقوقكم محفوظة وسنبقى ندافع عنكم وعن حقوقكم وإن شاء الله نناشد المناشدة أخيرة وزارة التربية وتربية نينوى بالإسراع بصرف الرواتب ولو لشهر واحد ولو لشهر واحد أعيد وأكرر أطالب من دولة رئيس الوزراء والسيد وزير التربية بالتدخل الفوري لأنقاذ آلاف العوائل التي عانت ما عانت في تحظ الحكم داعش الأرهابية شكري وتقديري لقناة الفضائية الموصلية والأخ الغالي أستاذ غازي فيصل وللكوادر الأخ غزوان المتميز والمتألق دائما شكرا جزيلا اللي عودنا على تقديم برامج تخدم المجتمع شكرا جزيلا الأستاذ رعد رمضان الجبوري نقيب المعلمين في نينوى نشكرك جزيلا شكرا على حضورك للستوديو في هذه الحلقة نتمنى أن نلتقيك في حلقات قادمة مشاهدنا إلى هنا نأتي لنهاية حلقتنا لهذا اليوم ملتقانا وإياكم في حلقات قادمة وضيوف جديدة انتظرون موسيقى موسيقى اشتركوا في القناة